بلاغ للخارجية والتعاون أكد تضامن المغرب الكامل مع العربية السعودية في خطاها لدرء أي سوء قد يطال أرضها أو يمس من قريب أو من بعيد الحرم المكي الشريف أو يهدد السلم والأمن في المنطقة برمتها الرباط تؤيد السعودية في خطاها أيضا للحفاظ على الشرعية في اليمن وعلى أرض اليمن عاصفة الحزم انطلقت منتصف ليلة البارحة تقودها الرياض مسنودة عربيا من بلدان الخليج باستثناء سلطنة عمان إضافة إلى السودان وباكستان الهدف مواجهة المد الشعي للحركة الحوثيين في صنعاء وإعادة الشرعية إلى الرئيس المعترف به دوليا هادي عبدرب منصور الذي يتواجد في عدن واشنطن تناصر التحالف وإيران تحذر من حرب قد تشمل المنطقة ككل عمر أجرى